أعلنت باناما أنه ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط الفائت أصيبت ثلاث سفن ترفع علم باناما في هجوم صاروخي روسي استهدفها بالبحر الأسود من دون تسجيل خسائر في الأرواح وذكرت حكومة باناما أن الهجوم أدى إلى غرق إحدى السفن فيما لا تزال سفنتان طافيتان على سطح الماء رغم إصابتهما بأضرار وأفيد بأن ما لا يقل عن عشر صفن أخرى ترفع علم باناما لا تزال عالقة في البحر الأسود بسبب القيود التي تفرضها البحرية الروسية وتمنع بمجابها الصفن من مغادرة المنطقة